السلام عليكم في الفيديو ده عايزين نحلم مع بعض شوية أسئلة عن الباسولوجي في هايبرتنشن أو السؤال بيقول ده طبعا تعريف البيناين هايبرتنشن الديفنيشن ممكن تجي لنا بالصورة دي على أساس أن هي اختيارات أو تكملة وممكن يجي لنا في صورة الديفنيشن المقلوب في امتحان ريتن يعني يكتب الديفنيشن ويطلب مننا أن احنا نقول الاسم بتاعه أو العكس خالص يطلب مننا أن احنا نقول الديفنيشن بتاعه حاجة يبقى الديفنيشن لازم نركز عليها وإحنا بنذكر السؤال الثاني فعايزين الريسك فاكتورز بتاعت البيناري هايبرتنشن واتفق أن احنا بنقسمها لموديفايابل ونن موديفايابل ونن موديفايابل زي الاج والجندر وزي الاثنستي ودي حاجات ما بنقدرش نتحكم فيها بينما الموديفايابل فاكتورز اللي منضبناها مثلا الوبزيتي والسلطان الووتر انتيك واللاكوفيزيكال اكتيفتي والانتيكوف الالكوحولز والسترس ودي حاجات بنقدر نتحكم فيها السؤال البعض بيقول ودي اتفقنا في محاضرة الهايبرتنشن ان احنا هنرمز لهم بكلمة رينالز ونبدأ ناخد حرف حرف فالرينال هنقول رينال بروبلمز اللي ممكن تعمل هايبرتنشن والحرف ال E بيرمز للإندوكراين ديس أوردرز واستخدام الهورمون وحرف ال N بيرمز لنيوروجينيك وحرف ال E بيرمز للأورت بكواركتيشن أو الكارديوفاسكولر وحرف ال L بيرمز للتل اللي هي البرجنانسي الإكلمسيا والبري إكلمسيا وحرف ال S بيرمز إلى السترس رقم أربعة الحاجات الموديفايبل الحاجات بتاعة البرايبري هايبرتنشن أو ريسك فاكتورز أو هايبرتنشن اللي قدر أتحكم فيها ال-age مبدئيا مش هقدر أتحكم فيه يبقى D-excluded stress, ethnicity, sex ال-ethnicity والsex مش هقدر أتحكم فيهم يبقى D-excluded age, sex, genetic factor التلاتة ما قدرش هتحكم فيهم تبقى E-excluded sodium intake, stress, obesity التلاتة قدر أتحكم فيهم يبقى غالبا هي دي الإجابة الصحيحة genetic factor, sex, sodium intake, genetic والsex مش هتحكم فيهم يبقى E-excluded السؤال البعض which of the following is the most acting pathogenetic mechanism in early stage hypertension بيسألني إيه هو الميكانزم بتاع المرحلة الأولى من ال-hypertension إحنا قلنا ال-hypertension عندنا مرحلتين مرحلة early ومرحلة late بنقول عليها establish the hypertension في ال-establish the hypertension بيبقى فيه تغير في تركيب الأوعية الدموية زي إن بيحصل فيها زيادة في التون يعني فاسكولار كونستريكشن ممكن يحصل فيها الاستوزيس ممكن يحصل لها thickening لكن في المرحلة الأيرلي بتبقى مشكلتنا زيادة كمية البلد الموجودة في الجسم يعني زيادة البلد فوليوم وزيادة الكارديك أوتبوت يبقى لو سألني عن ال-early stage hypertension بقوله السبب الرئيسي فيها increased blood volume and cardiac output السؤال البعض type of hypertension characterized by elevation of blood pressure above 200 على 120 ملي متر مركري of short duration is referred to as نفس الكلام ده definition مقلوب إن هو هيجيب لنا definition ويبقى عايز مننا ده اسمه إيه فلما ال-hypertension أو blood pressure بيزيد أكتر من 120 ديستول و200 سيستول وفي مدة قصيرة ده بنسميه إيه؟ بنسميه malignant hypertension السؤال اللي بعده بيقول concerning the renal pathology in hypertension التغيرات اللي بتحصل في الكيدني في ال-hypertension which of the following vascular changes is most likely characteristic في ال-benign أو في ال-essential hypertension ال-essential hypertension لو افتكرنا بيحصل في حاجة اسمها highline arteriol وسكيليروزيس وبيحصل في حاجة اسمها إيلاستوزيس والارترز الكبيرة بتبقى بتاعتها thick وrigid واليومن بتاعتها ضيلت يبقى بنفروض ان انا ندور على حاجة فتول الارتيريال ثرومبوزيس بتحصل مع المالignant hypertension السيلولار هيبر بليزيا بتحصل مع المالignant hypertension ال-highline microthrombi بتحصل مع المالignant hypertension and necrotizing arteriolitis اللي هي قولنا Fibrinoid necrosis بتحصل مع المالignant hypertension يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا اللي هي ال-highline arteriolus sclerosis اللي هي بتحصل مع ال-benign hypertension السؤال اللي بعده بيقول what is the most likely common cause of death in patients with benign hypertension لو افتكرنا اسباب الدس في ال-benign ومالignant هما الاثنين heart failure ان يحصل renal failure ان يحصل cerebral stroke او hemorrhage او ان يحصل aortic dissection peripheral vascular disease دي حاجة تانية هناخدها لها علاقة بالاثريس كلوروسس هي دي الاسباب بتاعت الدس في العينين اللي عندهم hypertension بس لما جينا نرتبها قولنا انه ال-benign hypertension بيبقى غالبا heart failure عشان دي حاجة بتاخد وقت اما المالignant hypertension بيكون عندهم المشكلة اساسا renal failure يبقى الاجابة الصحيحة هي heart failure السؤال اللي بعد بيقول hypertensive changes of blood vessels are mainly detectable in which of the following organs التغيرات بتحصل في blood vessels بحالات ال-hypertension بنشوفها اكتر في اي اورجن احنا عندنا ال-organs اللي affected في ال-hypertension مش الليبر اللونج السبليين اكتر حاجتين افكتد هما ال-heart والكيدني التغيرات بتاعت البلود فيسلز بنشوفها اكتر في الكيدني السؤال اللي بعده بيقول hypertensive changes is most commonly seen in which of the following vascular structures لما بيحصل تغيرات في الاوعات الدموية في حالة ال-blood pressure لما يزيد هيحصل اكتر فيسلز افكتد هي ايه؟ لو نفتكب من التسمية كنا بنقول hyaline arteriolo sclerosis necrotizing arteriolitis hyperplastic arteriolo sclerosis يبقى من التسمية اكتد بقى عارف ان اكتر فيسل افكتد هي ال-arterioles مش الفينز مش السيناصويتز مش الكابيلاريز مش البوست كابيلاري ال-arterioles السؤال اللي بعده what is the most common cause of aortic dissection اكتر disease بيحصل معه تمزق للاورطة الاورطة الاورطة ديسكشن mainly بيحصل مع الhypertension مع ارتفاع ضغط الدم مش نتيجة تروما مش مع الديابيتس مش مع الميكوردي الانفاركشن ولا مع الانفكتف اندوكارديتس السؤال اللي بعده بيقول 44 year old man with no history of hypertension suddenly develop the severe elevation of his blood pressure of 20 to systole على 140 diastole الكاس دي بتوصف لنا شخص ما كانش عنده قبل كده اي ارتفاع في ضغط الدم وفجأة ضغط الدم بتاعه ارتفع الى 220 على 140 بقى هو كده بيوصف لي شخص حصله مالجنة هايبرتنشن وما كانش عنده قبلها اي history of benign hypertension السؤال the most suspected pathological lesion involving his kidney يبقى انه المفروض ادور على lesions الخاصة بالمالجنة hypertension هل بيحصل tubular atrophy اتفقنا انه the changes اللي بتحصل في tubules في interstitian سواء هي atrophy او fibrosis او hypertrophy بيحصلوا مع benign hypertension اما المالجنة ما فيش وقت تحصل الحاجات دي بالذات لانه هو ما كانش عنده قبل كده history of benign hypertension يبقى اللي جابة صحيحة هتكون arteriolar fibrenoid necrosis لان ده الحاجة اللي بتحصل اساسي مع المالجنة hypertension السؤال اللي بعده بيقول over the past three months a hypertensive patient has increased blood pressure to 250 على 125 which of the following vascular legions is most likely to be found in this patient's kidney نفس الفكرة او history بتاعه انه عيان حصل له في ثلاث شهور بس ارتفاع في ضغط الدم ووصل ل250 على 125 يبقى هو كده حصل له في خلال ثلاث شهور مالجنة hypertension وبيسألنا vascular legion اللي ممكن نقلقيه في الكدني المالجنة hyper tension بيعمل necrotizing arteriolitis اللي هي fibrenoid necrosis بيعمل hyperplastic arteriolus sclerosis اللي هي onion skin بيبقى فيه microthrombi بيبقى فيه blood cost يبقى المفروض ادور على حاجة من دول فهلاقي ان انا عندي الاجابة الصحيحة necrotizing arteriolitis السؤال اللي بعده بيقول concerning the difference between benign and malignant hyper tension الفرق بين benign ومالجنة hyper tension مين من الليجنز دي اقدر اشوفه can be seen in both حاجة اقدر الاقيها في ال benign وفي المالجنة hyper tension في نفس الوقت لو قلنا fibrenoid necrosis فده بيحصل في المالجنة hyper tension لو قلنا red blood silk cost فدي بتحصل في المالجنة hyper tension لو قلنا microthrombi فدي برضو بتحصل في المالجنة hyper tension لو قلنا hyperplastic arteriolus sclerosis اللي برضو malignant hyper tension لكن لو قلنا highline arteriolus sclerosis هو طبيعي بيحصل في benign hypertension وكمان ممكن يحصل في المالجنة hyper tension بالذات لو كان on top of benign hypertension يبقى بالتالي الحاجة اللي اقدر اشوفها في النوعين بتوال hyper tension benign و malignant انت هي highline arteriolus sclerosis السؤال اللي بعده بيقول concerning difference between benign و malignant hypertension بخصوص الفرق بين benign و malignant hypertension which of the following applies يعني اهم في دول يركب على benign hypertension هل هو بيحصل في 70% من الحالات لا هو طبعا 95% effect individuals with peak age of 30 اللي هو في العادة بيحصل في سمنة اكبر اكتر من 40 associated with small contracted kidneys صح الكدني فيه بتبقى صغيرة والسيرفس بتاعها granular والكابسول لازق عليها وما فيش dimarkation between الكورتكس والمضالة it has short duration and rapid rate of progression لا ال benign hypertension بياخد سنين وبيبقى البروجرشن بتاعه gradual characterized by fibrenoid نكروز لا دول characteristics لل malignant hypertension يبقى الاجابة الصحيحة انه ال benign hypertension معاه small contracted كده السؤال اللي بعده بيقول list the causes of this impatience with hypertension احنا عدنا زي ما اتفقنا في اربع اسباب heart failure او problems بتاعه heart وال renal failure وال cerebral stroke وال auric dissection ونبدأ نرتبهم لو طلب مني بناء هرتبهم انه heart failure هيبقى الاول لو طلب مني مالجنة هتبقى renal failure هي الاول list for complications of hypertension عايز اربع complications زي ما اقولنا برضو احنا ممكن نحفظهم بطريقة الاوباثي ان انا اقول انكفالوباثي ريتونوباثي كارديو مايوباثي ونفروباثي وابدأ افككهم بقى انه heart failure وريد الفيليار وهارت hyper trophy واقول التفاصيل بتاعته in a table mention for difference between benign and malignant hypertension عايز مني احطوله في جدول بعض الفرقات بين benign وال malignant hypertension ابسط حاجة ان انا هقول ان benign hypertension more common 95% بينما المالجنة 5% ال benign بيحصل في سن اكبر من 40 سنة المالجنة بيحصل في سن اقل من 40 سنة من 30 ال 40 تقريبا انه severity بتاعته benign hypertension بيبقى 180 على 100 اما المالجنة hypertension بيبقى بعدي 200 على 120 ان هنا benign hypertension بياخد مدة طويلة years والprogression بتاعه gradual بينما المالجنة hypertension بياخد months والprogression بتاعه بيبقى رابط هبدأ اوصف grossly انه في benign hypertension الكيدني بتبقى small contracted kidney surface بتاعها granular الكابسول اللازق عليها adherent وال cut section بتاعها بيبقى صعب ان انا افرق بين او اعمل demarkation بين الكورتكس والميضالة بينما في المالجنة انت hyper tension بيبقى عندي بقى تغيرات مختلفة بس هو طالب مني في السؤال gross بتاع benign hypertension المايكروسكوب بتاع ترين الhypertension هبدأ امسك الفيسلز اللي وحدها هقول ان بيحصل فيها high line arterioles sclerosis انه بيحصل فيها elastosis ان الفيسلز الكبيرة الarthrose بتبقى الولة بتاعتها thick وrigid الليومن dilated بينما الكيبيولز بتاعت الكيدني والولومريولاي او النيفرونز يعني بتنقسم المجموعتين مجموعة بتبقى non functioning اللي بيحصل فيها atrophy وبيحصل فيها fibrosis ومجموعة بتبقى functioning اللي بيحصل فيها بالنسبة الانترستيشن بيحصل فيه fibrosis بيحصل فيه chronic inflammatory اخر سؤال describe the brain changes في المالجنة hyper tension المالجنة hyper tension بيحصل فيه حاجة اسمها malignant hyper tension في انكفالوباثي الكاركترستيك فيها انه ممكن يحصل معاها نيكروزيس في الbrain وان الكروزيس بتاع الbrain بيبقى عبارة عن areas من الكوفاكتف نيكروزيس ودي بنسميها انكفالوماليشيا ان الbrain بيبقى very soft وانه ممكن يحصل معاها اديمة في الbrain ويحصل confusion او dysfunction ل الbrain اللي منضمدها confusion وconvulsions وممكن كومة وممكن اي حاجة تانية خاصة بالfunctions بتاعة الbrain وكمان بيحصل مع المالجنة hyper tension الماسف spontaneous cerebral hemorrhage انه الكبيرة بتاعة الbrain ويحصل بكميات كبيرة وده بيبقى في deep parts بتاع الbrain زي ال بيزل جانجليا والديب وايت بطر و الbrain stem شكرا 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 شكرا